للوزير الريد حقنا يصدحون بأصواتهم علهم يجدون من يستجيب مربو الأبقار والثروة الحيوانية يحتاجون أمام مبنى وزارة الزراعة ببغداد تظاهرة الاحتجاجية على ارتفاع أسعار العلف الحيواني وعنعدام الدعم الحكومي كما يقولون للمربين نحن من أطراف بغداد جئنا على المنظر والحيواني لفتاتهم عبرت عن مطالبهم المطالب التي ينتظرون الاستجابة لها من الجهات المعنية لسيما وأنها تتعلق بالأمن الغذائي يحتاجون وينتظرون الرد بحسب قولهم قبل تجدد التظاهرات كرة ثانية نطالب عمي بالأعلاف أعلاف أكو تابعة للدولة أكو تابعة للدولة هسا أكو سايلوات للدولة بها أعلاف نحن نطالب دعمنا بالأعلاف وتقطع التصدير من التبن والحشيش خارج البلاد نريد نسد مالته نحن ما عندنا اكتفاء ذاته منه يلا تصدر به ويتوقع المربون أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق لسيما مع عزوف عدد من المربين نتيجة ارتفاع الأسعار إلى هذا الحد وقفة احتجاجية علىها تشكل ورقة ضغط على الجهات المالية لدعم المنتج الوطني وتفادي ما يتعرض له مربو ثروة الحيوانية من خسارات تتابعية من العاصمة بغدال بدرورك هابي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر